وضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة تشارك مشاعل الشميمري أول مهندسة صواريخ سعودية في حلقة النقاش عن تمكين المرأة في اليوم الثاني من الأيام الثقافية السعودية من جانبها قالت مشاعل إن لديها شركة تهتم في صناعة الصواريخ السلمية لإرسال الأقمار الصغيرة لما أنا رحت عند البروفيسور حقي داكتور كيرك قلت له أنا أبغى أسوي ماجستير وأبغى أشوف وشي التابكس المهمة وبدأنا نتحدث عن المواضيع الموجودة للأبحاث وكان واحدة منهم هي الصواريخ النووية للاستخدام للذهاب إلى المريخ فكان جزء مرة شغف لي لأنه كان صعب وعرضنا على ناسا وناسا قبلت أن حنن نسوي البحث وهم قاموا بتمويل رسوم الماجستير وبعد ما قضيت من البحث وخلصت الماجستير رحت اشتغلت في شركة كبيرة جداً في أمريكا بدأت شركة خاصة بي وعمري 26 في ميامي فلوريدا اهتمامها كان صناعة الصواريخ السلمية لإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة معنات ذلك حجمها يكون يساوي أو أقل من 500 كيلوغرام إلى مدار الكرة الأرضي المنخفض ترجمة نانسي قنقر